السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء سوف نكمل شرح أساسيات الرياضيات التي بدأنا فيها تعرفنا في المرة الماضية على جمع وطرح الأعداد الصحيحة اليوم سوف نأخذ المهارة الثانية من مهارات الرياضيات المهمة جدا وهي مهارة ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة عندما تحدثنا عن الأعداد الصحيحة هي الأعداد الموجبة والسالبة والصفر طبعا ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة أهم شيء أن نكون حافظين لجدول الضرب لأن جدول الضرب مهم جدا 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 طبعا في البداية سنتعرف على الإشارات وكيفية إيجاد الناتج بالإشارات هلا بدنا ننتبه يا طلابنا إذا كانت الإشارات الموجودة معنا متشابهة متشابهة يعني بتشبه بعض دائما الجواب في عملية الضرب أو القسمة إيش رح يطلع معنا؟ دائما بطلع معنا موجب يعني إذا ضربنا عدد موجب بعدد موجب بتكون الجواب موجب وإذا ضربنا عدد سالب بعدد سالب أو قسمنا طبعا بيكون إيش عندنا الجواب موجب إذن لما نضرب أو نقسم عددين متشابهين في الإشارة دائما دائما جوابهم إيش بيكون عندنا إشارته موجبة دائما إشارته موجبة بينما لو ضربنا أو قسمنا عددين مختلفين في الإشارة إشاراتهم مختلفة يعني عدد موجب وعدد سالب الناتج دائماً إيش بيكون جوابه عنا؟ بيكون إشارته سالبة إذن بيكون عنا الناتج سالب إذن نحفظ هدول القاعدتين يا حلوين إذا كانت عنا الإشارات متشابهة دائماً الناتج إيش بيكون عنا؟ موجب وإذا كانت الإشارات مختلفة إيش بيكون عنا الناتج سالب في عملية الضربة القسمة التنتين بنطبق عليهم نفس القواعد الإشارات المتشابهة ناتجها دائماً موجب والإشارات المختلفة ناتجها دائماً سالب إذن الضرب والقسمة دائماً التنتين نفس القاعدة بنطبق عليهم يا طلابنا طبعاً دائماً لما إحنا نشرح هذا الدرس نتذكر دائماً الوجه الصيني اللي دائماً كنا نرسمه على اللوح ونطبق عليه لما حكينا عنا بنرسم الوجه الصيني لعيون وعننا إش هنا منعتبر قتم هلأ إذا كان عنا سالب سالب يعني إش مهلهم هذول اتنين متشابهات إذن شو بطلع عنا الجواب موجب وإذا خدنا سالب موجب شو بطلع عنا الجواب سالب فالوجه الصيني كمان ممكن إنه نستخدمه فيه حل إشارة الناتج في عملية الضرب والقسمة خلنا نأخذ أمثلة لو كان عنا سالب 3 ضرب سالب 2 وكان عنا 3 ضرب 2 وكان عنا سالب 3 ضرب 2 أو كان عنا 3 ضرب سالب 2 هلأ في البداية عنا سالب 3 ضرب سالب 2 هلأ لو طلعنا على الأعداد العدد 3 إش إشارته عنا سالبة والعدد 2 إش إشارته كمان سالبة سالب ضرب سالب متشابهات إذن شو بكون عنا الجواب موجب 3 ضرب 2 منعمل عملية ضرب عادية 3 ضرب 2 كم 6 طبعا إحنا حكينا عملية أو إشارة الموجب بتنكتب أو ما بتنكتب يعني ممكن نكتب موجب 6 بهاي الصورة أو ممكن نكتب إش عنا 6 بدون إشارة طيب لو إجينا هان 3 ضرب 2 الثلاث موجب والاثنين موجب بما أنه موجب وموجب إذن الإشارات متشابهة بكون الجواب كمان موجب 3 ضرب 2 إش بتعطينا 6 أو حكينا بنكتبها 6 من غير إش عنا من غير إشارة الموجب طيب عنا هلأ 3 سالب والاثنين موجب سالب ضرب موجب شو بتنزل الإشارة عنا سالب ونعمل عملية الضرب 3 ضرب 2 6 طبعا إشارة السالب لازم تلكها طب 3 ضرب سالب 2 هلأ 3 موجب والاثنين سالب إذن نحكي بما أنه موجب وسالب إشارات مختلفة إذن شو بيكون عنا الجواب سالب و3 ضرب 2 إشارة بتعطينا 6 4 ضرب 2 6 طيب لو أخذنا أعداد 18 مثلا تقسيم 3 أو سالب 18 تقسيم سالب 3 أو 18 تقسيم سالب 3 أو سالب 18 تقسيم موجب 3 هلأ القسمة والضرب حكينا نفس القاعدة هلأ منحكي هنال 18 تقسيم 3 2 إشاراتهم موجب بما أنه موجب وموجب إذن شو بيكون الجواب موجب 18 تقسيم 3 شو بتعطيني 6 طيب لو كان عندي سالب 18 تقسيم سالب 3 نفس الشي 18 سالب وال3 سالب يعني إشارات متشابهة إذن إيش بيكون الجواب موجب 18 تقسيم 3 شو بتعطيني 6 طيب 18 تقسيم سالب 3 هلأ أشترت عندي هنا الإشارات الإشارات مختلفة بما أنه 18 موجب وال3 سالب إذن شو بيكون عندي الجواب سالب 18 تقسيم 3 عنا 6 هلأ الثمنتاش سالب وال3 موجب إذن كمان الإشارات مختلفة بيكون إشارة الناتج عندي سالب 18 تقسيم 3 عش بتعطيني 6 جد ناتج ما يلي 4 ضرب 9 أو شو بنحكي الإشارات موجب وموجب إذن شو رح يكون عندي موجب 4 ضرب 9 كم 36 سالب 9 ضرب 8 9 سالب وال8 موجب إذن شو رح تكون عندي سالب 9 ضرب 8 72 سالب 7 ضرب سالب 7 سالب درب سالب شو بتعطيني موجب 7 ضرب 7 شو بتعطيني 49 طبعا حكيا إشارة الموجب ممكن نكتبها وممكن ما نكتبها طيب سالب 81 تقسيم 9 81 سالب وال9 موجب إذن شو رح يكون الجواب سالب 81 تقسيم 9 شو بتعطيني 9 سالب 28 تقسيم سالب 7 28 سالب وال7 سالب إذن إشارات متشابهة إذن بكون إشارة الجواب عندي موجب 28 تقسيم سالب 28 تقسيم سالب 7 سالب 28 تقسيم سالب 7 ي بتعطيني موجب 4 أو ممكن أكتبها 4 بدون إشارة الموجب 12 تقسيم سالب 6 إشارات مختلفة بنزل جواب سالب و 12 تقسيم 6 2 إذن بالنهاية يا حلوين يا طلابنا الأعزاء بعملية الضرب والقسمة إذا كانت الإشارات متشابهة دائما بتكون إشارة الناتج موجبة ومنعمل عملية الضرب أو القسمة بشكل معتاد وإذا كانت الإشارات مختلفة بيكون الناتج سالب ومنعمل عملية الضرب والقسمة بشكل معتاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر